مين غيرها بيعرف بكل التفاصيل يلي اوقات ما مننتبه لها بحياتنا ولكن هيها الاد اساسية لما نحكي عن مولود جديد رح يوصل على عيلة كل واحد منها اكيد فيه اتيكات لتعاطي مع هالشخص يلي رح يصير فرد من العيلة مع هالبروسيدجور ان كان من خلال الولادة تحضير لقلها اذا بدنا نروح نهنى ناخد جفت اكيد فيه اتيكات فيه تفاصيل اوقات ما نعتبرها بدهية ما مننتبه لها ولكن هي اساسية وجوهرية اول شي لراحة الام وراحة الاهل وتاني شي كمان لحتى نكون عم نعمل امج حلوة عنا نحن لما نروح ونكون يعني عم نهنى بها البيبي بورن فكل التفاصيل عن هالموضوع رح نحكيهم مع خبيرة الاتيكات اتيكات اكسبورت كاربن حجار رزق صباح الخير اهلين صباح الخير شو اخبارك نسكر الله اهلا وسهلا فيك بيه صباح لبنان دايما تبس يعني اللي هيك منخدهم بيوعونا معك على اشياء اوقات ما مننتبه له منصرفهم بالحياة طبيعية تبعنا اليوم رح نحكي عن اتيكات النيوبورن لما يكون فيه مولود جديد اذا بنا نحكي عن هالاتيكات من وين مننطلق يعني من اي مرحلة من مرحلة التحضير الولادة من وين بتحبي ننطلق بدك من منبلش من المستشفى المستشفى مين لازم يجي مين ما لازم يجي على المستشفى طبعا هي الفرحة كتير كبيرة كل العالم كلهم يعني كلهم ان كان قريب ان كان اصحاب ان كان جيران اهل ضيعة بيحبوا يجوا وشاركوا الاهل بالمولود الجديد صرتوا يجوا على المستشفى يمين صرتوا اذا كان هال المولود بكر او اذا كان بتعرف بيبي بريسيو جاية من بعد ان فيترو بالكين او صار لهم كذا السنة ما جايبين ولاد الكابلز بقى كل العالم بيحبوا يجوا يتطمنوا على الام يشوفوا البيبي يهنوهم بالسلامة بس هون احنا منقلهم بننا نروق ومش كل العالم تجي يعني الاتيكات الاولى بها الموضوع هو انه المقربين والمقربين جدا 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 هن اللي بيزوروا بيجوا على المستشفى يعني ياريت نحط كمان ثلاثة شحويت تحت كلمة جدا بالكابيتال لاتر نكتبها تكون هيك فلاشة عم تضوي كتير مهمة هالنقطة لانه بالفعل العالم من محبتها بالكين من محبتها الزي دي بتحب تروح وبتهني دغري على الحارك بس لأ لازم نحنا الام ما مفروض تظهر من الديليفري روم طبعا او تكون بالكين عاملة سيزاريان توعى من البنج وتلاقي انه كل الجيران حوليها كل اهل الضايع حوليها لأ ما بدنا مين الاساس يعني خلنا ننطلق من لحظة انه قالوا رايحين على المستشفى لانولد او اذا كانت مش ولادة طبيعية سيزاريان مقرر عليها مين الاشخاص الليزم يكونوا؟ مين الاشخاص هن طبعا الامة اللي عم بتولد مع امة باية ام المسيو يعني الكابل الاهلية تبع الكابل والاخوات ماكسيموم يعني اللي عم بتولد ممكن تاخد اختها او اخته للمسيو لا اكتر ولا اقل يعني هيدول هن المقربين ونحن اذا بدنا نتطمن كاقارب او معارف او اصحاب نتلفين على التليفون ممكن نتطمن عن صحة البيبي عن صحة المدام وهيك او ممكن نبعت زهور او ممكن نبعت ارانجمان بالون على المستشفى بهذه الصورة هيده اللي منتطمن فيها وهوني على الام او على الام المولود جديد على الام انه هي تحط الافانس بالصورة العالم تقول لهم بليز او اصحابها انا ما بحب حدا يجي زورني بالمستشفى او بليز ما تتعذبوا تجو على المستشفى اتطمنوا على التليفون يعني فيها هي مسبقا تحط كل الانطوراج بالصورة انه ما بتحب تستقبل حدا بالمستشفى نعم هيده باول مرحلة هلأ او باراليل تحضيرات البيت كمان مين لازم يهتم فيهم يعني لرجعتها من المستشفى مع البيبي على البيت هي الام الام طبعا لازم تكون محضرة كلها شي مسبقا محضرة البيت محضرة الجهيز طبع البيبي هوني منرجع لكم في الام والحمى مين لازم يحضر لا 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 هوني على الام انه تحضر على الحمى انه تكون قاعدة اذا بده اي مساعدة تلبية بالمساعدة بس لا على الام انه تحضر ولا حتى تعطي رأيها ممكن هلأ ممكن تعطي رأيها من بعيد لبعيد هلأ بقلك انت هوني عم بتشويت عم نكوز عم بتنكوز هوني اوقت كتير الحموات او الاهل بيفرضوا على الكابلز اسم البيبي يعني بتعرف لازم يسمي على اسم الجد او التيتا هوني منقلهم للاهل بننرو مش بالضرورة منو واجب منو فرد واجب على الكابل انو نسمو البيبي جديد باسم تيتا وجدو وصرتو اذا كان الاسم شوي تقيل يعني في عندك اسم مرح نسمي لما نكون عم نزرح شعورها في اسمي خليني انا معلي على كفيلتي اذا كان ردوان صوان زعيم او كريمة عفيفة هيدولي اسمي شوي تقيلة لتتسمى للولاد الصغار بق هوني على تيتا وجدو على الحمى اذا بدك انو تعطي الحرية المطلقة لكنتا ولا ابنة انو يسمو اللي بدون اييه بلا ضغطات انو تسمي البدايه وكمان هوني في قصة او ايد كودوفوالكابلز بنقوا اسامي على الاهل اذا بدك الحمى انو ما تعترض على الاسم يعني شو منين طلع طولي بها الاسم شو يعني ميا شو يعني بيا شو يعني ليا يعني او ايه مثلا بيصيروا يتمسخروا شوي على الاسامي كمان هوني على الحمى انو تقعد عجنب وتقول شو ما كان الاسم الله يعيش باسمه هلأ كودوفوالكابل هنى من تلقاء نفسهم بحبوا يسمو على اسم تيتا وجدو هادا صار خيار شخصي هنى حبين يعني انا مثلا تيتا اسمه كاريمي الماما سمتني كارمن هلأ ما الا علاقة كريمة بكارمن بس عماتي كانوا كتير مبسطين ومرتحين ونشكر الله انو سمتني كارمن انا بحبها الاسم يعني اوقات الاسم هيك شوي بيبقى هافي على الشرطول ببيت الصغار طيب المغلى مين لازم تتنبه هالموضوع ايه التحضيرات هوني انه على الام وكيد الديافة وكل ال ايه على الام طبعا انا تحضر كل هالقصص هاي دي قبل ما يعني هي وانسنت قبل ما تروح لتولد ان كانا الديافة لزم تكون كلها حاضرة بتعرف فيها تستعين بـ بيكوريشن شركة بتعمل بيكوريشن ايه ما نجم سوري ما عرف شو هي متل ايه كييتورنغ او ايه بتعمل بيكوريشن بقلب البيت ممكن البيت كله يكون مزيان او ديسبلي معيان ينحط ديسبلي معيان إن كان بيقل بالأونتري بالقوط الصفرة للديافات ما تنسى الأم إنه عليا إنه كمانا وبيبقى فيه تام معيان ممكن تختاره عليا إنه تنقل كدودو رتور كمانا يكون شي بيرموز وشي حلو للعالم اللي بدأ تجي تهني لتعطيل بين عطالون كدودو رتور المغلة مثل ما قلت الأساس في عندك البقليوة شوكولاد رجيل السوسات بلكن لصغار كتير قصص ممكن الأم تتحضرها قبل ما تروح تولد أكيد وأهم شيء أهم شيء تتحضر نفسيا إنه هي رايحة تولد بس فيه نفسيا فيه شانجمان بالمود لازم تقرأ وتعمل ريسورج تقرأ بلكن كتاب جاتامون أفا في كتير كتب لتقرأ لتتحضر نفسيا هي شونة ترى بعد الولادة تغيرات بجسمها تغيرات بالمود طبعا بلكن في سيدات بيعملوا بيبي بلوز من بعد هالمرحلة بيبي بلوز لازم تكون هي على بيينة شو اللي نطارها بعد الولادة شو بدو يتحمل هالزلمة من مرته اللي يتحمل لا لازم كتير على الرجال طبعا على المسيو على البي جديد إنه يتحمل الام بكل المود طبعا يعني حتى مش بس البي الأهل إذا نحن طبعا كل فم موالدة جديد كل مرة موالدة جديد بتحب تستعين إن كان بكنتا بيحميتا أو باما للمساعدة هوني كمان على الأهل إنه يكونوا عن جد سوبر سبورتف لقلون يساعدون بالبي بيبي جديد بلكن يساعدون وينصحون إذا سؤلوا يعطيون النصيحة اللي لازم تنعطى يعني مش نفرض أراءنا عليهم نحن هالجيل جديد تعرف نحن بنعتبر حالنا أنا إذا كنت أم أو حما بعتبر حالي أفهم من ابني ومرته أو بنتي وجوزة لأ نحن القصص اللي طبقناها بقيامنا كلها عم تتغير يعني بالعكس نعطيهم مساحة حرية ونشوف هن شو طلبين مننا بدون مساعدة بالبيت كتير منيح أنا كحمى أو كأم بساعدة بالبيت وبنظف بالبيت بدون مساعدة بالبي بي بي حما بالبي والأعتناء بالبي بي 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 هده أول فترة كمان الكابل ما بيكونوا معوّدين على هالريكريال كتير مهم الأهل يكونوا هالقد سوبرتف كتير مهم يكونوا الأهل هالقد موجودين وهالقد ديسبونيبل لراحة ولادهم كمان مهم بطريقة ديسكرات كمان لأنه كتير حساس الموضوع أوقات يعني كلمة أو تصرف معين أو مشورة معينة بتبجي نحن نحط بعين الاعتبار أنه الستة الموالدة هي الموت طبعة مش كتير في ديهوء ديبافي منه كتير مرتاحة مزعوجة متضيقة بقى كله هيدا لازم يتخذ وليزم نحن اللي حواليا نكون الوعاء الكبير اللي عم بيستوعبها هيدا إذا بنا نحكي عن الجفت لأنه كتير أشخاص أول شي بنحكي عن المؤربين الأهل كمان شو ليزم يجيبوا الأشخاص اللي بعاد شوي شو ليزم يهدوا علما أنه الأهل أكيد محضرين جهاز البيبي ترسوه بكون صار جاهز يعني ومحضر من قبل تيب وأكيد الولد يعني بحاجة بصير يكبر كل شهر بكون عم يتغير يسوف فهون شو الاتيكات لحتى بخصوص الهدية كتير مهم أنه الأم اللي ناطرى المولود جديد يعني الأمية جديدة لازم إذا سئلت شو بتحب نجيب لك كادو تجيوب يعني في كتير مقربين بيسألوها شو بديك شو لازميك لازميك بوسات لازميك بلكن تخت للبيبي لازميك كارسيت شو بديك تقولي مش عايب أنك تقولي بليز أنا لازمني هيدا الغرض وهيدا الغرض للمقربين عم نحكي بلكن إخويتا إما بيا أحميتا الأهل المقربين نام باش الهدية هون فينا نحكي الهدية يعني كتير متعددة فيها نهدي فينا نهدي دهب والهون بلكن ابتداء من تران دولار لا قد ما بدك فينا نعلي فينا طبعا نهدي تيب مثل ما قلت هلأ حضرتك تيب بنا ناخد عن كونسيدراسيون أنه البيبي بده يكبر وشو الموسم يعني أنا إذا كان الست موالدي اليوم اهدية تيب صيفية لعمر الست شهور هيك إلا تقدر تستفيد ننتبه للموسم اللي جاي لمن يكبر البيبي طبعا فيه كتير بري بايت كارد بينعملوا بالبنونكيين مثل فاوتورز أو بري بايت كارد اكزاكتلي للنيوبورن بيبي هيدا عاملينه بالبنك في هالجيف هيدا في هيدا السيستام بنحط الأمانوت والمصاري اللي نحنا بدنا ييه ما ننسى مع الكل الكادو نجيبوند ورتور لنسهيل هالشي على الأم إنه تبدو للكادو إذا كان مش عجبه أو بده سايز أكبر طبعا ممكن في فينا نهدي كمانا في كتير قصص ممكن نهدي فوتو سيشن هلا كتير درجة إنه البيبي ينعملوا على الولادة صور وصور فريمان كتير حلوة بروفسيونال يجي حدا بروفسيونال يصوره كتير حلو مع الدمتال مع ريبانات ممكن نهدي الأمية هاله دي ومن ننسى طبعا متل ما إنا الورد والبالون وكل هيدول القصص بيمشوا على سيرة الورد والبالون أياما منروح على المستشفيات منشوف قدام البيب برا كمية هائلة من الورود والبالونات البلو والروز وكل الألوان لازم ينبعثوا على البيت أو على المستشفى هالأمور فينا نبعث المطرحين منصبوتين ممكن ينبعثوا على المستشفى لفات إنا أنه نحن الزوار اللي بعد ما رح نروح نباش إني إبعث أدابه كي ورد أو أرانش ما أو على البيت وهني على الأهل أنه يرجعوا يحملون إذا حبوا أو ما بعرف يتصرفوا فيهم إذا ما حبوا يجبون من البيت على من المستشفى على البيت كنا بنا نحكي عن الزوار والإتيكات طبع الزوار إنه ما بدنا يهن يروحوا على المستشفى بس أكيدة بدنا يهن يجوا على البيت كيف لازم يجوا على هذا البيت؟ أول شغلة نعطي مجال للأم وبأي وقت؟ نعطي مجال للأم أموة أسبوع لعشر تييم لحتى هي ترتاح تروع على وضعها تتأكلم على الجو جديد وبعدين نروح منزور طبعا الزيارة بالمدن على طول نحن من تلفين قبل ما نزور وكتير مهمة قصة التليفون يعني لازم أنا تلفين قبل ما روحني طبعا أنا إذا كنت بدي روحني وإذا كنت صاخني ما حدا عدباني علي بأجل تهنية لليوم تاني إذا كان عندي أولاد ما في لزوم جيب أولادي وإجي على التهنية لأنه إجي هني لأنه أوكي لحقين أشد حبه وقت الأهل أنه بدنا نروح نشوف بيبا لحقين لحقين مش على بداية هذه مش على بداية بتبلش المهرجين لحقين أن نود ولادنا ويتفرجوا ويتعرفوا على البيبا جديد بس مش على بداية لأنه عم بقل لك الأم بيكون وضعها إمبوكريتيك بلتين على الأم إذا منا رادية ما قدراني تستقبل وأنا هوني بشدد كتير بالعبية أو بتيبة أو بالعبية مش بأميسة النوم ما تستقبل ما حلو أبدا تستقبل الأم بأميسة النوم ممكن تنطر تقول تستعذير إذا حدث الفنة تقوله أنا هلأ تعبيني أو إذا ما بدأت تقول أنا هلأ تعبيني بتعتبرها عيب ممكن تقوله عنده موعد مع الحكيم ومراجعة مع الحكيم ياريت نهار اللي فلاني تجيني مش هيدا نهار هيدا نهار حلو أنها تستقبل تكون عن جد تستقبل بالعبية دي صنع تبعيتها بس كمان ما فينا ننكر كمان لحتى قصة تايمين كمان مع الضوف أنه كمان هالأمي اللي هي عندها تايمين كمان لحتى تردع الولد لحتى تكون عبالطعمية لحتى تحممه يعني فيه أوقات كريتكل ما فينا كمان نزور فيه وما فينا كمان نعتب يعني على قصة كمان التياب كمان يمكن من هون التليفون ضروري لحتى تكون الأم محضرة حالة يعني كير مهم التليفون قبل ومتل ما حضرتك قلت الزيارة بدأ تكون خفيفة نضيفة يعني أبان ما تتعدى النصيعة نحنا جايين نهني على السريع يعني كرمال هيك حتى إذا كنا قاعدين كتجوف والأم استأذنة لتفوت تردع ابنا نحنا نكون متفاهمين ونقلة ممكن نقلة نطرة لا ترجع وفينا نستأذن نفينا نستأذن ونفل ونقلة منرجع مرة تانية لحتى ما تحس حالة أنه هي صرته إذا كنت عم تستقبل لحالة بتحس حالة أنه بدأ على السريع تخلي وإذا كان معها حدا وتأخرت جوه فينا نسحب بلا قبل ما ترجع ممكن ممكن هون الأفضل على الأم أن تستقبل ويكون معها حدا ما كان جوزة تكون حمايتها أو أمها أو حدا من إخواتها معها لحتى ما تترك الجوف لحاله مثل ما أن الضيفة بيجي خفيفة مضيف الضيف بيتمنى أنه لازم يشوف البيبي يعني نحنا جايين نهني لازم نشوف البيبي في كتير أميات ما بعرف بتخاف كتير على أولادها أو بتأمن بصيبات العين ما بتحب الورجة البيبي نحنا هون من إلا للأم لا العالم جايين يهنوكي ويبيركولك بالولد لازم تورجيهم حتى لو كان نايم ممكن يفوتوا على قوضة البيبي ويشوفوه لازم بس كمان هون العالم في اتكاة لقلهم كمان يعني ما يكونوا كتير تاتشي يمكن ما بعرف اكزاكتو ما هلأ من بس في حال قالت الأم سوري أنا ابن نايم ما بدي أنا كجاست ما في لا إزعال ولا ولا إحراد ولا أكترح ولا أكترح شيء يعني خلص احترم رغبة الأم طبعا لي احترم لا رغبتها ومثل ما قالت نحنا إذا شفنا البيبي كزوار عم من هني ما بدنا نطلب نحمله إلا إذا كانت الأم هي اللي عرضيت إذا هي عرضيت علينا أوكي في كون تحملوه منحمله لازم نكونوا مغسلين إيدينا التبويس أبدا منه مع أنه تعرف بيبقى الواحد هيكي بيشوف البيبي بيصير بدو يبوسو ممنوع التبويس لا على الوجه لا على الإيدين إذا كتير كنا مضطرين وما قدرنا نقاوم هالرغبة على ريجار ممكن نبوسو بإجرو للبيبي طبعا أول ما منشوف البيبي بنا نسمي دايما دايما يعني اسم الله الله يعيشه الله يكبره الله يباريك دايما دايما كتير مهمة ونحن بعالمنا الشرقي منشدد كتير على هالشغلة أنه نسمي أول ما نشوف البيبي اسم الله هلأ كدفوه بيبقى البيبي بشيع مش بشيع شوي كتير بشيع لأنه بتعرف على الولادة البيبي دايما بيخلقوا أكيد بتغير اي بيخلقوا كدفوه أسود أو أزرق وجه كله شعر هيدا اللي صار معي أنا مع ابني صغير بريمان بشي هيك تطلع فيه وابكي كله منيح إلا أنه يجي جاست ويقلك شوفي ليه هيك يعمل رياكسون هيدا أنا بترمى صاحبتي هيك صار يعني هيك قالتلي مثل كأنه دبحتني لو شو ما كان البيبي بشيع لو شو ما كان منسمي ومنقول الله يعيشه و الله يبارك وننتبه على البديلانجودي تبعنا لأنه الأم أبدا ما نقصه هيك خبرية أنه تشوف الاستغراب على وجه هيدا بتعملها ديبريسون زيدة عادة عن ديبريسون الولاد لحض زيدة ننتبه لأكتير هالشغل لو شو ما كان ومنعرف طبعا منطمن الأم منقلها أنه تنطر جمعتين ثلاثة البيبي يتغير كومبليتلي وأنا ابني صار أمر مثل الأمر الله يعيش كل الولاد على كل حال بظروف حلوة وطبع أي عكس هالظروف يلي عم نشهدها على كل حال هلأ بعالمنا العربي والعالم كله على كل حال يعني ويعطيهم أيام حلوة إن شاء الله يعطي أيام حلوة للكل للجميع وأنه لا يحرمون من بيت حدا طبعا أكيد كارمن تانكيو لألك نحنا ولسيو نكس ويك نقل الراد بتمنى لك ويكند حلو من هلأ باش نحضر للويكند وهافا جيد تانكيو تانكيو لألك ولتليفزيون لبنان أهلا تانكيو